خبرنا الآخر اليمين في فيينا يرفض تزيين شوارع الحي العاشر خلال شهر رمضان المبارك حزب السوز دعا إلى تزيين بعض شوارع ففوريتين خلال شهر رمضان المبارك وهذا الطلب طبعا قوبل برفض كبير من الأوفوبي والإف بي أو ما قدروا أنه يتعاملوا أو ما قدروا أنه يشوفوا يعني هل فعلا هذا الشيء ممكن يتحقق طبعا هاكان غوردا اللي هو رئيس حزب السوز واللي هو من أصول تركية وهذا الحزب الجديد الذي يعني خاض الانتخابات فيينا الماضية وما قدر يحصل على تقريبا يعني بأحسن حالاته على ثلاثة بالمئة فما قدر يكون ضمن يعني بلدية فيينا فدعا أنه يقوم بتزيين يعني الشوارع أسوة بلندن وفرانكفورت وبعض المضن يعني يمكن بعض الشوارع الألمانية اللي فعليا قامت ببعض التزييني بشواء برمضان حزب الأوفوبي والإف بي أو قالوا أنه هذا الشيء بعزز المجتمعات الموازية وليس المجتمع الاندماج المجتمع الحقيقي في النمسا في فيينا في فيينا عفوا فبالتالي هم مشاهدوا أنه هذا تصرف بيمثل الإسلام السياسي وفيه له رموز معينة وبالتالي أنه لازم هذا الشيء ما يحصل هاكان أولغو قال هاكان غوردا قال أنه هذا الشيء بعزز التواصل والتماسك بالمجتمع وبيحاول يعبر عن التسامح بين فئات المجتمع في حال أنه تم يعني احترام الجالية المسلمة الموجودة في الحية العاشر باعتبار يعني هي تعتبر الحية العاشر في تقريبا أكبر تجمع الجالية الإسلامية وانتم هل تروا أنه فعلا يعني من اللازم أنه يكون في تزيين لبعض الشوارع في فيينا بشهر رمضان المبارك طبعا هذا الموضوع سيكون هو موضوع الاستطلاع الذي سننشره إن شاء الله اليوم أو غدا على إنفوغرات النمسا ميديا ويمكنكم تشاركوا برأيكم هل تروا أنه التعبير عن أو بالأحرى تزين الشوارع ببعض زينة رمضان أضواء معينة هذا الشيء لازم يحصل هل هو إسلام سياسي أكيد نحن رح نسمع رأيكم